رغم مرور نحو ثماني سنوات من السعادة القوة الحكومية لمحافظتينين والأنبار إلى أن المتضررين من أبنائهما ما زالوا ينتظرون حتى اللحظة التعويضات التي وعدتهم بها الحكومات وعرقلتها صفقات الفساد في وقت لا تزال في مشاهد الخراب والدمار تتصدر المشهد في مدنهم منظمات دولية ومحلية أكدت السمرار معاناة أهالي المحافظات المنكوبة في العراق بسبب التصويف الحكومي وتعمد إدلال مروجي معاملات التعويض في الدوائر المعنية مشيرة إلى تصدر أسماء المتنفذين والمسؤولين قوائم المستحقين للتعويضات في حين يبقى العدد الكبير من المتضررين يعانون من الإجراءات والمساومات على حقوقهم المشروعة وأصدت تأكيد منظمة هيوم الرئيس ووش من أن الحكومة الحالية في بغداد تتقاعس عن دفع التعويضات المالية للمتضررين من المعارك العسكرية مسؤولون في محافظة الأنبار أكدوا أن وطيرة العمل بملف التعويضات كانت وما زالت بطيئة جدا أما في محافظة نينوى فالأمر لا يختلف كثيرا عن الأنبار حيث أكدت لجنة تعويض المتضررين في الموصل أن عدد الذين تسلموا تعويضاتهم لا يتجاوز 15% رغم وجود 40 ألفا من المتضررين بدون تعويضات في مدينة الموصل القديمة والجانب الأيمن من المدينة مصادر نيابية كشفت في تموز الماضي عن طعن قدمه رئيس حكومة الإطار التنسيق محمد السوداني في قانون الموازنة شمل المادة الخاصة بتعويضات المتضررين في المناطق المدمرة مبينة أن طعن السوداني سيؤدي إلى توقف صرف مبالغ التعويضات إهمال وتسويف حكومي جعل من ملف التعويضات لمنتضررين معارك العسكرية في المحافظات المنكوبة ملفا مزمنة فأقم ذلك صفقات الفساد وحالات الابتزاز من قبل متنفذين ومسؤولين لمستحقي التعويضات وكلها أسباب جعلت عودة مهجري ونازحي المحافظات المتضررة غير ممكنة بل ومستحيلة